بسم الله الرحمن الرحيم في استاد القاهرة الدولي على أن تقام لقاء العودة أو لقاء الإياب بإذن الله يوم الجمعة المقبل على نفس الملعب الساعة سبعة مساء في استاد القاهرة الدولي كل التوفية رب للنادي الأهلي في بداية المشوار الإفريقي بداية مهمة جدا لأنك بتلعب على الطولة أنت حامل اللقب أنت اللي فائز بالنسخة الأخيرة على حساب مين؟ على حساب الوضاد الرياضي المغربي في مباراكة ماراثونية كبيرة جدا في العام الماضي وإدر نادي الأهلي يعود بالأميرة السمراء والبطولة الإفريقية بعد التعادل الإيجابي في كازابلانكا بهدف لكل فريق بالتأكيد كمان النهاردة هنتكلم على إنجاز فريق كرة السلة في النادي الأهلي طبعا قدر الله ومشاء فعل كنا نتمنى النهاردة يكون في احتفالية ونتكلم على الإنجاز والفوز بالميدالية البرونزية ولكن ليس في الإمكان أفضل مما كان وعموما الأهلي حقق فوز في هذه البطولة فاز في مباراة خص المباراتين وحقق المركز الرابع من أصل ست أندية شاركت في هذه البطولة لأول مرة البعض ممكن يقول لك المركز الرابع مش جديد ولكن لا الجديد إن في كل المشاركات السابقة كانت البطولة بتقام بأربع فرق فلما كان فيه فريق بياخد المركز الرابع نقدر نقول هو في المركز الأخير لكن الأهلي المراضي في المركز الرابع من أصل ست أندية شاركوا فيه البطولة والنهاردة كان بيلعب على الميدالية البرونزية وليس على تحديد المراكز الأخير أو قبل الأخير نتكلم على مباراة الباسكت ونتكلم على هذه المباراة اللي انتهت بفوز الفريق الصيني على فريق النادي الأهلي كواليس كتيرة كواليس عديدة عندنا كمان تخطية مهمة جدا على مباراة سان جورج والأهلي ولكن بسرعة عشان وقت الحلقة أبدأ بي سؤال حلقة النهاردة وهذا أعرف رسالة حضرتكم اللي ممكن توجهوها لللاعبين والجهاز الفني قبل خود أول مباراة للفريق في دور أبطال إفريقيا إن برح كنا نتكلم على رسالة الدعم إزاي تقدر تدعم فرقتك وانت حامل اللقب لكن النهاردة نتكلم على مباراة سان جورج الأسيوبي الرسالة اللي ممكن توجهها للجهاز الفني واللاعبين قبل أقل من ثلاث ساعات على موعد انطلاق المباراة تقدر تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا وفي الفقرة الأخيرة هستعرض أكبر قدر من أراءكم ورسائلكم بالنسبة لللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق أولى مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا ولكن بسرعة نروح لي أهم العنوان في ترند الأهلي الأهلي يفتتح المشوار الإفريقي بمواجهة سان جورج وكمان سلة الأهلي تحل رابعا بمنديال الأندية وفي الترند المحلي عامر حسين عقوبة قهربة في الدوري فقط استعرض مباراة اليوم والنهاردة عندنا مجموعة كبيرة من المباراة واستئناف جولة المباراة في الدوريات الخامس الكبرى ولكن البداية بمباراة مؤجلة في دوري أبطال إفريقيا مباراة سان جورجيا الأسيوبي مع الأهلي إن شاء الله هتقام الساعة الثامنة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي ببدأ بالتأكيد ببطل إثيوبيا لأنه هو صاحب الملعب النهاردة ولكن مش هيكون صاحب الجمهور لأنه جمهور العريض اللي هيكون موجود هو جمهور النادي الآن نروح للدوري الإنجليزي وفيه عدة مباراة يمكن بتقام في هذه اللحظات وطبعا كلها فيها نتائج إيجابية مع هذا لقاء واحد أرسنا المتعادل مع توتنهام واحد واحد برايتون بيصديف بورنوموث وما زال متعادل إيجابيا واحد واحد ليفربول أمام واستهام واحد واحد وقدر صلاح من رقل الجزاء يسجل هدف ويقصر الرقم السلبي بعد أربع مباريات دون إحراز أهداف في الهامرز ويتعادل ليفربول حاليا مع واستهام واحد واحد تشيلسي بيصديف أستون فيلا وما زال التعادل السلبي سفر سفر الساعة ستة ونص شيفلد يونيتد بيصديف نيو كاسل طب نروح للدوري الأسباني ومنذ قليل كانت فيه مبرامة بين ريال سوسيداد مع ختافي وما زال بالتأكيد سوسيداد متقدم على ختافي أربعة اتنين ساعة خمسة وربع رايوف فاليكانو هيصديف فيا ريال والساعة سبعة ونصف فيه مباراتين لاس بالماس بيصديف غيرناتا وريال بيتيس بيصديف فقادش الساعة العاشرة ديربي مدريد كلاسيكو أتلتكو مدريد في مواجهة مع ريال مدريد طب الدوري الإيطالي وإنتر ميلا فاز على إمبولي واحد سفر وفي هذه الأثناء فيه لقائن أتلنطا متقدم على كلياري واحد سفر وأودنيزي على أرضه متأخر أمام فورنتينا سفر واحد الساعة سبعة بيلونيا بيصديف في النابولي والساعة العاشرة إلى ربع تورنتو بيصديف في الروم الدوري الألماني بايرلي فركوزي المتقدم الآن على هيدنهايم واحد سفر والساعة ستة ونصف انتراخت فرانكفورت بيصديف فرايبورد الدوري الفرنسي وتهانينا بالتأكيد لمصطفى محمد في ثاني قائمة الهدفين بعد مبابي مبابي ستة أهداف ومصطفى محمد خمس أهداف طيب في هذه الأثناء ستراسبورج متقدم على أميدز سفر واحد ولوهيفر متقدم على كريمون فوت اثنين واحد ولانس متعادل إيجابيا واحد واحد مع تيلوز الساعة ستة وخمسة منبيلي بيصديف فرين والساعة العاشرة إلى روبا باريس سان جرمان بيصديف مارسليا مباراة قمة ما بين باريس سان جرمان ومارسليا دي أبرز مباراة اليوم وجولة في الدوريات الأوروبية وبالتأكيد الحدث الأهم مباراة سان جورج والأهلي النهاردة الساعة 8 على استاد القاهرة الدولي كواليس عديدة جدا ولكن بعد الفصل ماتش سان جورج والأهلي هي بداية مشوار الأهلي في البطولة الإفريقية ويمكن طبعا مشاركة الفريق في لقاء السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالمملكة العربية السعودية جعل الاتحاد الإفريقي يؤجل لقاء الزهاب والإياب لفترة أخرى لقاء الزهاب بدل ما كانها يقام في الفترة من 15 إلى 17 تسعة تم تأجيله لإقامته في الفترة من 22 إلى 24 تسعة وبالفعل حدث فريق سان جورج صاحب الملعب النهاردة المباراة يوم 24 تسعة وبالفعل تم الاتفاق هتكون المباراة على استاد القاهرة الدولي لقاء العودة في موعده أحد أيام 29 أو 39 أو 1 أكتوبر والأهلي حدد معد لقاء العودة يوم 29 تسعة الساعة 7 على استاد القاهرة الدولي المباراة النهاردة على فكرة هي بداية حملة الدفاع عن اللقب الإفريقي اللي انتحقاته العام الماضي فبالتالي الفريق داخل هذه المباراة وهو في بداية موسم لعب مباراة اتحاد العاصمة لعب مباراة المصري في الدوري العام لعب مباراة واثنين لقاءات ودية ودخل على مباراة سان جورج نفس الأمر بالنسبة لسان جورج ما لعبش إلا أدوار تمهيدية مع بطل زينجبار وكسب زهابا وعيابا ليتأهل لمواجهة الأهلي في الدور التمهيدي الثاني تفاصيل أكتر عن هذه المباراة هتنطلق إن شاء الله الساعة 8 مساء بإذن الله بتوقيت القاهرة بصفرة من طاقم تحكيم منتشاد كل التفاصيل نعرفها من خلال شبكة مرسلينة اللي موجودين حاليا سواء في مقر إقامة فريق نادي الأهلي أو حتى في مقر إقامة فريق سان جورج الأسيوبي البداية من خلال شبكة مرسلينة زميل العزيز فروس صلاحة برحب بالبداية وبرحب كمان به زميل العزيز كريم أحمد موجود حاليا في مقر إقامة فريق سان جورج الأسيوبي البداية مع فروغ فروغ مساء الفل وآخر الأخبار والمعلومات اللي عندك عن استعداد الأهلي وقايمة الفريق وتحضير الجهاز الفني لمواجهة اليوم في دور أبطال إفريقيا برحب بك زميل العزيز محمد سعيد وبرحب زميل العزيز كريم أحمد وبرحب بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان يعني النادي الأهلي في مهمة البحث عن الأميرة السمراء ومغزلة الأميرة السمراء للمرة الثانية عشر النادي الأهلي الملك المتوج على عرش القرى السمراء بـ 11 نجمة و11 لقب إفريقي بيستهل مشواره من دور أرضا محمد زمان تستعرضته قلت بمواجهة فريق سان جورج الأسيوبي مباراة مهمة جدا بداية المشوار الإفريقي بالنسبة للعبين بالنسبة للمستر كولر بالنسبة لجمهير النادي الأهلي أنت بتدخل بطولة أفريقيا وانت عينك على المباراة الانهائية حتى وانت متوج باللقب الأخير مهمتك الحفاظ على اللقب مهمتك البحث والسعي دائما عن المزيد من الألقاب وده كان كلام مستر كولر استعدادات النادي الأهلي محمد لذي المباراة والتحضيرات طبعا تمت بعد مباراة المصري طبعا والفوز على فريق المصري بأربعة أهداف مقابل لشيء في بداية مشوارك في الدفاع أيضا والحفاظ على اللقب المحلي بدأ الاستعداد والتحضير لذي المباراة عايز أقول لك الأجواء هنا داخل مقر يقامت فريق النادي الأهلي يعني فيه تركيز كبير جدا عند اللعبين مستر كولر فيه جلساته فيه كلامه مع اللعبين أيضا الكابتن خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي وكلامه حديثه مع اللعبين وقال اللعبين مهم جدا البدايات الفترة اللي احنا فيها محمد زمان تعارف فترة بداية موسم وبيبقى فيه كتير جدا من الإشعاعات القمة والفريق اللي دائما بيبحث عن البطلات فدائما محمد الإشعاعات بتحمل يعني أمرين بتبقى غير صادقة والنحاء الثانية برضو بتبقى غير صادقة فيعني تركيز مهم جدا عند اللعبين كابتن خالد بيبو بتكلم مع اللعبين عايزين نركز في الملعب تركيزنا كله داخل التسعين دي مستر كولر كلامه مع اللعبين تحضيره لللعبين كل الكلام بيكون على مدار التسعين دي عايزين نبدأ بداية مهمة جدا أمام فريق سان جورج مش عايزين أن احنا طبعا يبقى فيه تهاوم بفريق سان جورج خاصة أن دي أول مواجه ما بين الأهل وفريق سان جورج الاثيوبي لكن التحضيرات اللي احنا شافينا في مقر إقامة فريق النادل أو من التدريبات أمس طبعا بالأمس محمد كان الفريق خض تدريبه على ملعب مختار التش خليني برضو أقربك من الكواليس مستر كولر كان عقد جلسة بي محاضرة بالفيديو مع اللعبين طبعا نتفرق على لقاء أي فريق سان جورج طبعا ودور كبير جدا اليسين المكاري في تحضير اللقائين اللي خادهم فريق سان جورج أمام بطل زنجبار في الدور التمهيدي الأول وقف على نقاط القوة والضعف وأبرز العناصر الموجودة في هذه الفريق بعض الأمور أو الجمل الفنية اللي طبعا يعني تدى بها المران أو الشغل عليها في المران طبقا لطريق الليعب اللي بلعب بها الفريق الاثيوبي خاصة استغلال اللقرات الثبتة وقت تزديد من خارج منطقة الـ 18 وده من التعليمات اللي مديها لعبي خط الوسط ثم بعد الانتهاء المران أعلن طبعا قائمة للدخول في معسكر السعدادة اللي دي المبارا النهاردة يوم الفريق محمد طبعا كان الفريق تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 11 صباحا ثم وجبة الغداء في تمام الساعة الرابعة خلال اللحظات طبعا يكون المحاضرة الفنية الميستر كولر مع اللعبين اللي من خلالها طبعا بيد التعليمات الأخيرة ومن خلالها بيعني أيضا تشكيل خبية دي المبارا ثم هيكون التحرك إلى ملعب المباراة الملعب الساعة القائرة اللي يصطديه في أحداث دي المباراة بطمنك على الحالة الفنية بطمنك على حالة الجازية اللي عند اللعبين فيه تركيز شديد جدا محمد لمسينو من وجوه اللعبين لعبة بتركز أنه يعني عندهم شغف كبير جدا أن أنا أحقق اللقب الـ 12 في لعبة عايزة تعمل أرقام شخصيا نفسها في لعبة عايزة تعمل أرقام ومجد كبير جدا لنادي الأهلي جوه النادي الأهلي أنت بتعمل مجد الاسم النادي الأهلي وبتعمل مجد شخص أيضا لنفسك كل دي الأمور الليعة يعني بعض الكلام على اللعبين في بعض اللعبين تقول لك أكي أني رايح ألعب مباراة النهائي أمام الوداد نفس التركيز يعني مش دي أكي أنك بتلعب في مباراة في الدور التميدي ده في لعبة بتقول لك أكي إحنا أكي أننا رايحين نلعب مباراة النهائي أمام الوداد نفس التركيز نتمنى نشوف البداية إن شاء الله أمام فريق سانت جورجيا محمد وتكون بداية موفق الفريق النادي طبعا محمد أنا موجود معاك لو فيها استفسار أو أي تساؤل وطبعا بعض الأمور طبعا هنتكلم فيها خاصة بعض الإصابات اللعابة للنادي طيب سؤال مركب في سؤالين يا فاروق بسرعة أولا عدد اللعابين اللي في المعسكر النهاردة هو نفس المجموعة اللي هتدخل قائمة المطش مفيش أعداد زي إيه ده يطلع لعب أو اتنين من القايمة ده جزئية لأن خاصة كمان أنا شفت كريستو موجود في قايمة الفريق الحاجة التانية هل عندك تفسير في أسباب ممكن في عدم وجود كريم فؤاد في مباراة النهاردة لأن الجماهير كتيرة بتسأل السؤال ده كريم لعب مطش المصري هل الجهاز الفن ليه رؤية معينة في عدم الدفع بكريم فؤاد في لقاء اليوم يعني خلينا أقول لك محمد يعني من ممكن يعني من يخرج من القايمة لعب أو اتنين طبعا انت موجود معاك ثلاث حراس طبعا كابتن محمد الشناو مصطفى شبير ومصطفى مخلوف طبعا من المنتظر بيبقى خروج مصطفى مخلوف من قائمة المباراة لكن بالنسبة لمستر كولر انت عارف محمد هو كل مباراة بيبقى شايف العناصر اللي محتاجة في هذه المباراة كريم فؤاد واحد من اللعيبة طبعا اللي دفع بيها في المباراة الأخيرة أمام المصري ويعني تقدر تقول كده كده بداية موفقة لكريم فؤاد لكن بالنسبة لكريم فؤاد سواء من الناحية الفنية أو من الناحية الطبية الأمور بالنسبة لكريم فؤاد بقدر أن نطمنك عليه لكن طبعا تعرف هي أمور بتخضع لرؤية مستر مرسل كولر اللي طبعا بالنسبة له كل مباراة تعارف يبقى ليها شكل معين ليها طريقة أداء معينة تنساش ان انت خلال الأربعة أيام أو الثلاثة أيام القادمة هتبدأ طبعا المباراة التانية اللي هكون على استاد القائرة أيضا من الممكن طبعا خليني برضو أقولك أن مستر كولر فضل على الرغم من حالة الجهازية اللي هو عليها بيرستاو اللي بأكد لك جهازيته زي بأكد لنا الدكتور أحمد داجاب الله ولكن هو فضل النهاردة أنه ما يدفعش به على الرغم من جهازية بيرستاو اللي بطمنك عليه وأصبح جايز طبعا للمشاركة وهيكون جايز معك طبعا للمباراة التانية ولكن مستر كولر فضل أنه يدي راح أكتر لي بيرستاو عايزة أطمنك برضو محمد على شق تاني وخاص بي اللعب محمود متولي وكريم مانفد بالنسبة لي محمود متولي بالأمس طبعا كان عمل أشعة بالسونار ويعني أثبتت الحمد لله يعني اقترابه من الشفاء الشفاء بالنسبة كبيرة جدا هيبدخل بكرا إن شاء الله المرحلة الأخيرة من التأهيل بالجارية حول الملعب دي بالنسبة للمحمود متولي اللي قريبا خلاص يكون موجود في التدريبات الجامعية للندلالي مرحلة التأهيل الأخيرة تاخد يومين أو ثلاث يام من الجارية حول الملعب ثم ياخد أجزاء من المران الجامعي بالنسبة لكريم فؤاد يا محمد سريع أيضا لكريم ندفد عايزة أطمنك عليه كريم ندفد بالفعل بدأ مرحلة الجارية حول الملعب بالأمس إن شاء الله خلال يعني بعد التمرين القادمة والتمرين اللي بعدها إن شاء الله يكون موجود فيه أجزاء من المران الجامعي للندلالي تقدر تقول أنه دلت عن أقرب اللعبين اللي إن شاء الله ينضموا الفريق للندلالي وينضموا للتدريبات الجامعية خلال الفترة المقبلة بإذن الله بإذن الله شكرا يا فروب جد عليك المعلومات والإضاحات الخاصة باستعدادات الفريق للقاء أسان جورج من مقر إقامة الأهلي أطير مباشرة إلى مقر إقامة فريق أسان جورج مش في أسيوبيا مش في أديسة وابا لكن في القاهرة الفريق يلعب طبعا في أستاذ القاهرة النهاردة الساعة تمام لقاء الزهاب كريم مساء الفل وآخر الأخبار عندك عن استعدادات بطل إسيوبيا وصل إمتى للقاهرة انتبعتم على فكرة إقامة اللقاء الزهاب في القاهرة تحذير الفريق أبرز النجوم والمعلومات اللي عندك بالتأكيد عن تجهيز الفريق لمواجهة الأهلي كل الشكر إليك طبعا زميل العزيز محمد سعيد والشكر موصول أيضا كمان للزميل العزيز فاروق صلاح ويا رب نارضة بإذن الله محمد تكون بداية الانطلاق فريق النادي الآلي في رحلة الدفاع عن اللقب بطولة صعبة وبطولة أكيد محببة لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الآلي عشان كده البدايات بإذن الله إن شاء الله تكون معنا وتكون في صالحنا يمكن ربنا موفان أن احنا المباراتين هنا في القاهرة ده أمر أكيد يعني بيساعد بشكل كبير جدا النادي الآلي لأن انت هتلعب في وسط جماهيرك وده أمر مهم جدا أن انت النهاردة تكون في استاد القاهرة في وجود 30 ألف مشجع أهلاوي كل على قلب رجل واحد هم دول الحقيقة يعني كلمة السر فيه للمبارات وفي البداية عشان كده نقطة إجابية عرب إن شاء الله بإذن الله العيبة النادي الآلي لستغلها ميستر كولر كل إن شاء الله بإذن الله يكون النهاردة بكل الجدية وبكل الحماس وبمشيء تلا إن شاء الله كده أكون المبارات الأولى من نصيب النادي الآلي أداءً ونتيجة الحياة محمد كالعادة طبعا يعني الجانب الإداري الخاص فيه للنادي الآلي بالنسبة طبعا للبعثات للفرق طبعا اللي بيكون ضيوف طبعا هنا فيها القاهرة مهد كبير جدا حقيقة يعني كابتن وائل وأحمد فوزي أيضا كمان اللي كانوا في استقبال طبعا فريق سان جورج الأسيوبي ومنها طبعا إلى فندو لقامة فندو لقامة الحقيقة يعني يمكن أقرب شوية من الفندو الخاص اللي هي للنادي الآلي للسادة القاهرة يعني بيبعد طبعا ل 15 أو 17 دقيقة الفندو طبعا اللي هي النادي الآلي بيبعد 25 دقيقة فكالعادة طبعا بيكون أمور ترتيبية وتنظيمية كلها كالعادة يمكن نهاردة أكيد في بعض اللقاطات هتوزع طبعا من خلالك محمد ومن خلال شاشة قناة النادي الآلي بالنسبة طبعا للكواليسة الخاصة لفريق سان جورج الأسيوبي هنا في فندو لقامة يمكن العيبة تناول التواجبة الغداء أكيد عندهم محاضرة قبل التحرك تحركهم طبعا يكون في نفس توقيت أن النادي الآلي كلها أمور اعتيادية بالنسبة للتحرك طبعا قبل الوصول أو الوصول يكون قبل المباراة بساعة ونصف الحياة محمد يعني هم عندهم أكيد من الجانب عندهم الأمل عندهم أن هم طبعا حيزين حقاوا طبعا أي نتيجة إجابية لكن أكيد إن شاء الله بإذن الله الغلب تقول للنادي الآلي عندهم أطوال عندهم سرعات يمكن من خلال المتابعات كده أو من خلال قريتنا طبعا لي أخبارهم يمكن هم طبعا بشكل كبير جدا بيحاولوا أن هم يعني مش هنقول بيدافع قدام النادي الآلي أو مش هيفلهم المساحات على قد ما هم طبعا بيحترموا النادي الآلي بشكل كبير جدا الأمور دي مهمة بالتأكيد ليه فريقة للنادي الآلي يكون في احترامة متبادل لأن المبرامة سهلة الناس يمكن تفكر شوية أن المباراة سهلة في البداية أو النادي الآلي يمكن زي ما بنقول وكعب وعالي أو النادي الآلي ماشي بشكل مماس جدا السابقات بتأدي أداء مماس جدا لكن بطولة أفريقيا مختلفة بشكل كبير جدا عن أي بطولة أخرى عشان كده إن شاء الله بإذن الله بنعمل وبنتمنى نهارده كل التوفيق للنادي الآلي في حضور جمهوره أداء ونتيجة إن شاء الله يا محمد تكون من نصيب النادي الآلي بإذن الله كريم أحمد موفد قناة الأهلي اللي موجود حاليا في مقر إقامة فري الأسيوبي سان جورج اللي مقيم في القاهرة حتى لقاء العودة لقاء الجمعة المقبل شكرا لك يا كريم على كل هذه المعلومات وشكرا لك يا فاروق كمان على المعلومات الخاصة باستعدادات الأهلي اللي مواجهة سان جورج طيب اتكلمنا على الأهلي بيستعد إزاي؟ سان جورج مقيم فين وبيستعد إزاي؟ تعالوا بقى نطير على استاد القاهرة الدولي مصرح المباراة ملعب المباراة استاد القاهرة معز منا محمد توفيق مساء الفل يا محمد مساء الخير زمي العزيزي محمد سعيد تحياتي لي كل الزملاء العزاء بالطبع فاروح صلاح وكريم أحمد كل مشاهدة قناة نديرها في كل مكان آخر الأخبار عندك في استاد القاهرة النهاردة المباراة مش بحضور خمس تلاف ولا عشر تلاف لا بتتكلم في تلاتين ألف متفرج يعني بنتكلم مثلا ما يقرب من نصف الساعة الرسمية لستاد القاهرة وانت موجود من بدري في الاستاد شفت أرضية الملعب المدرجات الترتيبات الاستاد كمان هيستضيف في السوبر ليج بعد أقل من شهر فالأجواء عندك دخول الجماهير في أعداد حضرت بشكل كبير من دلوقتي كل التفاصيل معاك يا محمد اتفضل في البداية محمد خليت نحلة هنا موجودة في استاد القاهرة الدولي منذ صباح الباكر وإحنا موجودين معاهم طبعا المراجعة على كل ما يلزم أرضية الملعب مصرح المباراة زي ما انت وصفتها تخطيط الملعب الاهتمام بالنجيلة الصيانة كنتكلمنا بشكل أكبر كبير كد مع المسؤولين عن استاد القاهرة عملية السيانة الدورية وكل ما يتم في أرضية الملعب ممكن استاد القاهرة بإذن الله النهاردة يظهر بشكل أكثر من رائع على سعيد بقى الدول الأفريق ان شاء الله اللي بإذن الله هيبتدي خلال الشهر القادم بإذن الله يمكن ترتيبات أكثر من رائعة والتعديلات التي طبعا اطلبت من الشركة المنظمة سواء في المأسورة الرئيسية أو في مأسورة العالمين شغالة على قدم الوساقى محمد بإذن الله قبل المعادل المحدد يكون كل التجهيزات انتهت حتى يزهر استاد القاهرة معقل النادر أهل بإذن الله بأفضل صورة خلال البطولة على سعيد بقى الأجواء يمكن درجة الحرارة بقى 30 درجة مئوية أعتقد جوه مناسب جدا مع بداية المباراة كمان نتوقع درجة الحرارة تنزل لـ 30 أو 29 درجة مئوية فإن شاء الله ده يكون المساعد اللعبين في المنعب كمان الجمهور في المدرجات يكون مرتاح بشكل كبير جدا يمكن جمهور النادي الأهلي بالفعل بدأ دخول لمدرجات الخاصة به سواء المأسورة أو الدرجة الأولى أو كمان تلتشمال مكان جمهور النادي الأهلي المحبة والمعتاد منذ الرابعة والنصف عصرا يمكن موجود عدد كبير جدا من جمهور النادي الأهلي من النسبة طبعا اللي تم تخصصها والمحددة بـ 30 ألف متفرج إن شاء الله قبل بداية المباراة ومع وصول اللعبين يكون الساعة الرسمية المحددة لهذه المباراة اكتمنت بشكل كبير جدا يمكن طبعا كنا خطوة بخطوة مع جمهور النادي الأهلي لطمئنان على دخولهم للمدرجات يمكن عملية الدخولة محمد بيتم في سهولة ويسر تم طبعا بتتعامل بين وزارة الداخلية وشركة تسكارتي الوطنية وكمان الأمن الخاص بالنادي الأهلي بيتم تسهيل مهمة كل جمهور النادي الأهلي عشان تقدر تستمتع بوجودها إن شاء الله في المباراة وبإذن الله تستمتع بتسعين دقيقة وإن شاء الله نفرح كلنا عقب نهاية المباراة بضربة بضاية قوية نحو النجمة بإذن الله للاثناشر في قميص النادي الأهلي وإن شاء الله تكون ضربة موفقة النهاردة محمد وتكون نتيجة كلمنا مع عدد من الجماهير كلهم متفاعلين النهاردة إن شاء الله أننا نحقق نتيجة كبيرة ونتيجة إيجابية بإذن الله رب العالمين وبالطبع يوم الجمعة كمان نأقل صعودنا بإذن الله لدور المجموعات من دور أبطال أفريقيا وإن شاء الله البداية تكون النهاردة وتكون ضربة بضاية قوية لموسم بإذن الله أفريقيا جديد موفقين فيه بإذن الله رب العالمين طيب توفيق عشان الجمهور اللي لسه موجود في البيت ولسه ما نزلشه راحل الأستاذ أو حتى قريب من مدخل الأستاذ أو مداخل الملاعب ملاعب أستاذ القاهرة الدولي الأماكن اللي الجمهور هيدخل منها يعني بوابة الرشدان في مساحة للجمهور مدخل الدرجة الثالثة من شارع مثلا صلاح سالم المدخل من جنب نادي الظهور يعني الأماكن المتاحة أو البوابات الأستاذ الأماكن المتاحة الجمهور الآل عشان يدخل يحضر في أستاذ القاهرة عشان ما يكونش فيه تكدس على بعض البوابات في البداية بطمنا محمد إن ينزلوا ما فيش مشكلة الدخول بيتم بشكل أكثر من رائع يمكن ما بيستغرقش الدخول من البوابة الأستاذ الخارجية إلى المدرجات بالداخل أكتر من عشر دقايق الأمور بسيطة جدا طبعا فيه تعاون زي ما قلت لك بالأجهزة المعنيها سواء من وزارة الداخلية أو من شركة تسكرتي هو حقيقة توفي قدامنا كمان على الشاشة يتعاونوا بالفعل ليه مع ليش يا محمد وإنت بتتكلم معينا قدامي اللقطات هي على الهواء مباشرة على شاشة قناة الأهلي الجمهور داخل التفتيش واضح سهل بسيط الجمهور داخل وكل واحد طبعا مع الفان اي دي بخلاف التسكرة حتى الأزايز المية زجاجات المياه الشنط يعني أنا شاف حتى التعامل سلس كمان مع جماهير الأهلي فده شيء يعني بنشكر فيه بالتأكيد يعني الجهات الأمنية على التعاون بهذا الشكل الرائع بنشكر بالتأكيد إدارة هيئة الاستاذ على توفير كل صبل الراحة للجماهير فكرة كمان إن الجمهور يدخل بالشنط يدخل بزجاجات المياه يعني كمان لا فيه تعاون جميل جدا كمان من الجهات الأمنية فأنا لازم أبروز ده وأتكلم عليه والجمهور كمان شايف على الشاشة كل اللقطات وإنت بتشرح يا محمد أكيد اتفضل بالفعل يا محمد زي ما قلت لك من البوابة الخارجية من على الشرع الرئيسي لحد المدرد جوا ما بتكملش بالزبط عشر دقيق الجميع هنا متعاونين على شيء واحد بس وهو راحته الجمهور وتوفير كل صبل الأمان ليه ممكن طبعا كان مقرر إن الجمهور يخش من سلسة العصر ولكن طبعا تم تأجيله للربع والنصف مش عشان حاجة ولكن طبعا لتأكيد كل صبل الأمان داخل لإستاذ لطمئنان على كل الأماكن الخاصة بالجمهير إنها أمانة بشكل تماما وبنشكر طبعا وزارة الداخلية على هذا الجهد يمكن تم تخصيص محمد البوابة المطلة على شرع صلاح سالم ليه دخول جمهور النادي الأهلي من الدرجة الثالثة إشمال في المقابل يمكن المقاصرة الرئاسية أو المقاصرة الأمامية دخولهم من بوابة المقابلة على طول لمسجد الرجدان سواء ليه بتاعت جمهور الدرجة الثالثة إشمال طبعا لإنه فيه بعض الإصلاحات على البوابة الخاصة بالباب المطلة على فندق اللاعبين زي ما بقول فيه أستاذ القاهرة طبعا البوابة اللي زي ما أنت قلت مقابلة ليه بصحة النصر أو شرع النصر طبعا تم إغلاقها لإنه طبعا ما فيش جمهور من النادي الأهلي هيكون متواجد فيها زي المنطقة جمهور بس بيقتصر على مدرجات الثالثة إشمال وعلى المأسورة الأمامية والدرجة الأولى الدرجة الثانية كمان يمكن مش مخصص لها تذكر في هذه المباراة طبعا لإنه طبعا فيه موصولة الإعلامين موجودة بداخلها وفيها بعض الصيانة يعني الإعلامين في هذه المباراة يكونوا موجودين بالفعل فيه مدرجات الدرجة الثانية على الجزء الأيمن المقابل للمأسورة الرئيسية ولكن كل الأمور يعني كلها بتتمي في سيولة ويصل تمنى كل جمهور نادي الأهلي اللي ممكن نتأخر شوية لسه ما نزلش لأ يعني اطمن وانزل ما فيش مشكلة عشر دقائق هتبقى زي ما قلنا من على الشرق الرئيسي هتكون جوة موجود في المدرج هتقدر تستمتع بفرقيتك الجو كمان يمكن واحدة واحدة محمد الجو أحسن والطف كتير ودرجة الحارة بتقل فإن شاء الله جمهور نادي الأهلي يكون موجود يستمتع يروح كمان مبسوط وإن شاء الله زي ما قلنا تكون خير بداية بإذن الله على بركة الله ويكون فوز أول بإذن الله نحو اللقب غالي على كل جمهور نادي الأهلي والنجمة الاثناشر بإذن الله رب العلي شكرا جزيلا أنا محمد على كل هذه المعلومات ويمكن طمننا جمهور الآهل بشكل كبير جدا على استعدادات السادة القاهرة لاستضافة لقاء اليوم عدد كبير جدا من الجماهير ما بيحصلش في الأدوار التمهيدية لكن بالتأكيد بنشكر كل الجهات الأمنية على هذا القرار بالموافقة بحضور 30 ألف متفرج ودي بادرة أمل على أن المباراة المقبلة رغم أنها ممكن ما يكونش أدوار نهية لكن إن شاء الله ممكن نشوف الساعة الكاملة للاستاد فيه المباراة الإفريقية يعني إذا ننبقى بالسماح لده بإذن الله في الدوري في الفترة اللي جاي أو مع انطلاق الدور التاني قبل ما أطلع من فكرة المباراة والستاد القاهرة بجد استاد القاهرة يمكن الإستاد الوحيد اللي خد يعني إشادة قوية جدا من المسؤولون في الفيفا والكاف على أن أرضية الملعب من أفضل أرضيات الملاعب في كل الأندية أو في كل الملعب اللي هتصطدي في الدور الإفريقي الشهر المقبل الإستاد الوحيد اللي ما اطلبش عليه أي ملاحظات على أرضية الملعب أرضية استاد القاهرة يعني بتطبق أو بتطبق أفضل المواصفات لأرضية الملاعب تبقى لمعايير الفيفا فهذا شيء رائع جدا لازم نشكر عليه إدارة هيئة الإستاد على تنفيذ كل هذه التفاصيل بشكل جيد جدا ومناسب جدا ده كان ترند ترند لازم أبدأ بالكلام على الحدث اللي موجود دلوقتي مباراة سان جورج والأهل النهاردة الصبح النهاردة الصبح كمان كان فيه حدث مهم جدا وكان ترند على السوشيال ميديا مباراة تحديد المركز التالت والرابع في كأس العالم للأندية لكرة السلة ويمكن يعني فريق النادي الأهل لم يوفق في هذه المباراة أمام بطل الصين جولدين بولز مباراة انتهت بفوز بطل الصين واحد وتمانين أربعة وسبعين المباراة تتفرج عليها من بدايتها تحس أنها مباراة سهلة ولكن مش عارف هل ممكن السقة الزايدة هل ممكن الفريق استسهل المباراة طبعا ثلاث مطشات في أقل من اتنين وسبعين ساعة ده أكيد ضغط كبير جدا على اللاعبين ولكن بنحييهم بنشكرهم على الظهور المشرف في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة دي أول مشاركة للأهلي نتمنى إن شاء الله بإذن الله السنوات القادمة يكون فيه تركيز أكتر لأ ما نحققاش ميدالية لأ ما نوصلش فينال جمهور الأهلي دايما طموحاته يا جماعة وهو بيشجع الأهلي بيقول احنا أعظم نادي في الكون فلازم الطموحات دي على طول بيوزيها نتائج على مستوى عالي الفوز بالبطولة القرية الفوز في بطولة كأس العالم النهاردة تحقق المركز الرابع البعض ممكن يقولك ما المركز الرابع ده تحقق قبل كده الفرق مصرية أو فرق عربية ولكن ده لما كانت البطولة من أربع فرق فكان المركز الرابع بالنسبة لك هو المركز الأخير النهاردة المركز الرابع مش المركز الأخير المركز الرابع انت بتتكلم الرابع ما بين ست أندية والنهاردة كان بيلعب على ميدالية برونزية مش على ترتيب الفريق في البطولة فمبروك المشاركة المميزة في كأس العالم الأندية في كورتسالة في سنغافورة الفريق بإذن الله يعود في الساعات الأولى في صباح الغد بإذن الله بعد أداء قوي في هذه البطولة ونتمنى التوفيق لكتيبة الأسباني أجوستي بوش في الفترة اللي جاية عشان يبدأ يشوف إيه اللي ممكن يتحقق في الفترة اللي جاية ما حققوش في الفترة اللي فاتت ويمكن هي الحاجة الوحيدة اللي ممكن ما تحققتش إنك تجيب ميدالية في كاس العالم لكن دوري دوري المحترفين بطولة عربية بطولة إفريقية كل حاجة الماسترز فريق الباسكت حققها في الفترة الأخيرة آخر حاجة وقبل ما أطلع الفصل وأنا متعمد أخليها آخر حاجة لأنها ما تستحقش إلا ما تكون هي آخر حاجة لأن الموضوع ممكن البعض يكون متدايق ومتنرفز من اللي حصل إنبارح من اللاعب السابق أحمد حسام ميدو وأنا عشان الموضوع لا يستحق هو كأحمد حسام ميدو أديله مساحة أكبر من نص ديئة أو ديئة على شاشة قناة الأهلي عايز أقول حاجة واحدة بس البعض بيحاول يعمل نمرة عارفيني النمرة؟ لما بتحضر فرح أو بتحضر مناسبة برة بيبقى فيه نمرة على المسرح اللي حصل إنبارح دي أو اللي حصل إنبارح دا كانت نمرة نمرة الهدف منها الأهلي نمرة الهدف منها اللي احنا نطلع نتكلم عليه هو دايما بيحب كده على فكرة يعني النهاردة ذكرتوا بالإسم اللي إن الموضوع بينه وبينكم بصراحة يعني تخطى فكرة مش أقوله الروح الرياضية لا تخطى فكرة الوطنية إن الجانب السعودي وبرفع لهم القبعة وبحييهم بجد على إن إنبارح الكلام اللي تقال في حق النادي الأهلي هم ما خدوش حتى في إطار الجدية لا 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 ولا حتى في إطار الهزار هم كانوا مصدومين من الكلام الغير محترم تجاه أكبر نادي عربي وإفريقي أنا قلت هو ما يستحقش أكتر من نص ديئة وهو بيعمل النيمر دي عشان نتكلم عليه ولكن من آمن بالعقاب أساء الأدب لو في عقاب مش هيتقرر وأتمنى الفترة اللي جاية اللي يمثل الرياضة المصرية يكون جدير بجد باحترام مؤسسات الرياضة المصرية ومؤسسات الدولة لأن الكرة المصرية والرياضة المصرية وتحديداً الكرة أنت بتتكلم على مش هقول لا سياسة هي الحاجة النعمة اللي ممكن تقرب الشعوب من بعضها ولكن للأسف في بعض النجوم ومش هقول النجوم كنجوم لأ هم عشان لعبوا كرة لبس شرطة وفانيلا ممكن احترفوا وفشلوا ممكن مالهمش تاريخ بس في الأول الآخر يقول لك ينجم كرة للأسف بعض منهم لا يمثل تمثيل إيجابي للإعلام المصري ولا الرياضة المصرية ولا للقرة المصرية سيبقى النادي الأهلي هو أفضل نادي عربي وإفريقي بشهادة الأشقاء في السعودية وفي الإمارات وفي الكويت وفي كل دول العربية ولكن للأسف الإساءة بتيجي من بعض الأشخاص اللي بيمثلوا الإعلام والرياضة المصرية بشكل سلب جداً مش هياخد أكتر من كده لأنه هو ما يستحقش إلا المساحة الزمنية الصغيرة دي وردي عشان خاطر جمهور الأهلي اللي زعلان جداً إن الكلام ده بيتقال في حق الأهلي ومحدش بيتعاقب على الخزعبلات اللي بتتقال في حق أكبر نادي رافع اسم وعالم مصر أمام كل الأشقاء العرب وأمام دول العالم في المحافل القرية والدولية فاصل ثم نواصل طيب التشكيل المتوقع للأهلي أمام سان جورج اليوم وكمان أبرز الغيابات وماذا يحدث في الشأن المحلي والشأن العالمي كل ده نعرفه من خلال آخر أخبار التريند أهلا بحضراتكم من جديد وآخر أخبار التريند والبداية هتكون مع تريند الأهلي والتشكيل المتوقع من أكتر من موقع والبداية من حساب يلا كورا خمس تغييرات ومفضلة في الهجوم تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سان جورج كلر يفاضل بين أحمد عبدالقادر وطاهر محمد طاهر طيب التشكيل تبقى لمصادر يلا كورا ليس تشكيل رسمي الشيناو في حراسة المرمة هاني زهير أيمن علي معلول زهير أيصر اثنين مساكين منعم وياسر إبراهيم بديلا ليرامي ربيع وسط الملعب أليو ديانج إمام عشور ماروان عطية وفي الأمام عودة حسين الشحات لأنه كان مقوف مطش المصري بسبب الإقاف وملعبش واحتمال يبدأ بعبدالقادر أو طاهر وفي رأس الحربة محمود قهربة غالبا طبعا نتيجة عدم قيد مودست وإقاف رضا سليم فبالتالي مش هيكونوا موجودين النهاردة فعشان كده التشكيل الهجومي هنرجع لنفس المجموعة اللي كانت موجودة في مباراة اتحاد العاصمة طيب كرة بلس كان ليه وجهة نظر أخرى في التشكيل وحسم الحداشر من البداية قال في حراسة المرمى الشناوي علم علول زهير أيصر محمد هاني زهير أيمن فيه اثنين المساكين منعم وقاله رامي مش ياسر إبراهيم وسط الملعب الارتكاز لا فيش خلاف على وجود أليو ديانجي إمام عشور مروان عطية مع الوضع في الانتبار يا جماعة برضو أحمد نبيل كوكا موجود في التشكيلة أو في القيمة في الهجوم حسين الشحات وحسم وقاله عبدالقادر هيكون موجودة على حساب طاهر ومحمود قهرب ده التشكيل المتوقع في يلا كورا وكورا بلس طيب حساب كورا إليفن النهاردة مراحش للتشكيل المتوقع ولكن نتكلم على الغيابات الأهل يدخل مباجهة سان جورج بغياب عدد كبير من اللاعبين في بداية مشواره بالبطولة الإفريقية قايمة الغيابات بتشمل السلية ندفيد متولي بسبب الإصابة وكالمعانس منا فاروق اتكلم عن تفاصيل عودتهم الفترة اللي جاية ريدا سليم بسبب الإقاف مع فريق السابق الجيش المالكي أنتوني مودس إنه مش مقيد في قايمة الدوري التمهيدي ألا ثاني أكرم توفيق وخالد عبدالفتاح يعني وجهة نظر تخص مارسل كولر طب نروح لحسابي اليوم السابع وبيتكلموا لأنه فيه 11 مباراة جمعت سان جورج مع الأندية المصرية قبل لقاء الأهلي في 11 لقاء فيه فوز لثلاث مبارايات وتلاث لقاءات خسارة وحصل خمس تعادلات من الأندية المصرية اللي وجهت فريق سان جورج الأولمبي السكندري الاتحاد السكندري الزمالك إمبي الأربع فراء المصرية واجهوا بطل إثيوبيا في 11 مباراة فريق سان جورج اتكسبهم 3 مرات خسر منهم 3 مرات ادعاب له 5 مباراة ولكن مواجهة اليوم لسان جورج مع الأهلي هي المواجهة الأولى لبطل إثيوبيا مع النادي الأهلي كان دايماً من إثيوبيا بيلعب مع الأهلي فريق البون الأثيوبي ولكن النهاردة دي أول مواجهة لسان جورج مع النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقي طيب كورا بلاس النهاردة بيتكلم لسه على العرض السعودي والعروض اللي تلقاها كولر في الفترة الأخيرة وبيقوله كولر يرفض العرض السعودي ويتمسك بالأهلي مصدر في النادي الآلي قال في تصريحات لكورا بلاس إن كولر أبلغ إدارة الآلي إنه متمسك بالاستمرار مع الفريق والالتزام بتعاقده الذي يمتد لثلاثة مواسم مقبلة طيب نرى الحساب الوطن سبورت وآخر حاجة وكيل كريستو بيحسن مصير رحيله عن الأهلي إلى الترجي على فكرة يمكن وكيل كريستو كان دخل عمل مداخلة في إزاعة موزاييك ومن أهم وأكبر الإزاعات في تونس واتكلمه على فكرة هل عدم مشاركة كريستو في الدوري نتيجة ارتباط الفريق بالليحة إنه ما يشاركش في المباراة إلا خمسة أجانب والأهلي عنده دلوقتي ستة أجانب فده ممكن يكون عامل إن كريستو ما يلعبش مع الأهلي في الدوري وكيل كريستو قال لا رغم الليحة بتقول كده فعلاً ولكن كولر متمسك به وكريستو ضمن اختيارات مارسل كولر وقال كمان إن فكرة رحيل كريستو عن الأهلي سواء بالبيع أو الإعارة إلى الدوري التونسي أو حسابات الترجي قال الكلام ده غير صحيح واللاعب مستمر في النادي الأهلي طيب عايز أأكد كمان النهاردة إن بيرستو موجود في قائمة المباراة زي ما أنتم عارفين الفترة فات كان فيه كلام كتير جداً إن عنده كدمة ممكن ما يكونش موجود لا موجود في القائمة وارد جداً يبدأ المباراة طبعاً استعرضت تشكيل المتوقع ناس كتيرة مش حتى بيرستو في الحسابات ولكن وارد إن يكون بيرستو النهاردة في التشكيل الأساسية ولكن المؤكد إنه في قائمة المباراة استعداداً لمواجهة اليوم ودي نقطة مهمة جداً عايزين نطمن بها الجمهور لأنه كان كلام كتير جداً يتقال إن بيرستو بعد مباراة المصر تعرر لإصابة والكل أكد إنه هيكون بعيد عن مباراة اليوم ولكن هو في القائمة وارد يبدأ مباراة اليوم وقضامكم على الشاشة هو يمكن موجود فيه مطعم الفريق وبيتناول وجبة الغداء مع اللاعبين شايفين طبعاً حسين الشحات شايفين أفشا عبدالقادر رامي ربيعة طاهر يعني كل اللاعبين شفنا كمان كيرستو وكان بيرستو موجود معنا طيب نروح بقى لآخر حاجة في التريند المحلي ملعب القرار 24 تصريحات لجورج روجيمي كالي بيقول إن الليفربول عيحدد موقف صلاح من الثلاثي المشارك بالألعاب الأولمبية في باريس كل مرة عندك دورة ألعاب الأولمبية بيبقى الهدف الأساسي ضم صلاح للبطولة ولكن طبعاً البطولة دي غير مدرجة في الأجندة الدولية فلازم نادي الليفربول يوافق على اندام صلاح للمنتخب الأولمبي ده ما حصلش في دورة توكيو هل يحصل في دورة باريس هنشوف خلال الفترة اللي جاي سؤالتها رح نفع بداية الحلقة الرسالة اللي توجهها للعيبة والجهاز على المباراة وتوقعاتكم كمان للتشكيل والمباراة أستاذ يشام بيقول إن شاء الله الأهل هيفوز 0-3 كهرباء و الشحات و بيرسي تاو طيب أستاذ محمد مجدي بيقول توقعات 0-4 للأهل والأهدف عن طريق كهرباء والشحات وإمام عشور وعبدالقادر وكل التوفيق في ضربة البداية والنهاردة عيد ميلادي وانتظر الهداية من الأهل هاب بيرسي دي مستر محمد كل السنة وحضرتك طيب نروح لابن الأهل بيقول إن شاء الله مكسب الأهل 0-4 اللي هيسجل يعني كهرباء والشحات إمام عشور تاو نروح لسامح علي بيقول إن شاء الله وبعزيمة الأبطال يحقق الأهل الفوز بخماسية نظيفة أتوقع يسجل الأهداف كهرباء الشحات أفشة إمام عشور صلاح محسن لما يشارك كباديل يا رب انصرنا أهلاوي أنا والفخر ليه دي كانت أبرز رسائل الجماهير على السؤال التي رحناها في بداية الحلقة في تفاؤل في سقة في قدرة على إن الأهل يقدر يكسب بسقور ودي حاجة جيدة ولكن مكسب اليوم النهاردة حتى لو 1-0 أو 2-0 تتلعب النهاردة خارج أرضك مش بيتلعب على ملعبك فجون النهاردة بيتطبق بخارج القواعد بهدفين نتمنى يا رب المهم التوفيق والمكسب والفريق يخرج خالي الوفاض من أي إصابة استعدادة للقاء العودة الجمعة المقبل في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حصة المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد عبر برنامج إلتريند شكرا وإلى اللقاء موسيقى